عبر عدد من البحارة عن معاناتهم جراء تعرضهم لإجراءات قسرية من جانب الدوريات القطرية أثناء ممارستهم الصيد في مناطق معروفة لدى أهل البحرين واستنكروا ما تعرضوا له من إهانة وسوء معاملة من الجانب القطري يطراد من الخفرة السواحل طال عمرك وبالقوة دعمنا إحنا أشارنا له بعد خفف طرار جدامك فطال عمرك ما أخفف يعني بالقوة ودعمنا من سادر هاللي نفررنه ونطح تتذكر كلنا كنا ثلاثة يعني إحنا ما يدعمك وتشوف الرشاة في يد واحد هالطح عليك ما تقلل تتحاجم وتقلل تسوي شيء وسلم أمرك هاي اللي يصادل نحنا ما تقلل لا تقول لهم شيء ولا شيء كل اللي قلنا لهم عطونا الجي بيس ويتليفون عشان نحدل موقعنا وعشان نتحول معكمة هناك ونطالع منهم معرضاهم أكبونا في الطرار مالهم روح يصير سادر في الطرار ونطوع من البحار من دونة قطر وخاف الطرار مالنا وانا يالسين طول الدار سادر الطرار ومعاملة سايقة أبنا أخذ موانة بشيء ما فيه يالله يلسوا ولا التحرك والإسلحة مع الجي حالي لنا وهي ماشي الإسلحة وطرار الثاني يماشي لغريات قطر وادونا المهم قطر نزلوا لنا هناك وادونا التحقيقات من مكان لمكان من العصور ليوم ثاني الصبح من مكان لمكان تبي ماي تبي ذي ما فيه يلس بعد وادونا من سجن لا سجن نقلونا فينا يزوش مساوينا ونبويقين ولا ذي يعني في منطقاتنا قطونا السجن شهر تقريبا نقع مكن سبوعين لو حكم لا شيء بس قطونا لا ثياب عندنين لا شيء عندنين نبنى نشري ثياب ما فيه ومعاملة سايئة لا أكل عدل ما رقادي مئة ألف وحلي رقادي عليه يعني واحد اكتري هدد فيني وضرابني بعد شوتيني على باطني أطلع وياما ضب باطنين قلت لش المعاملة أخوي أنا بحرينيين يعني باسعيب مديادة